توفي اليوم في العاصمة القطرية الدوحة فضيلة الشيخ معجب بن درع الدوسري رحمه الله تعالى أحد أعلام الدعوة والعلم في العالم الإسلامي ولد في نجد في حدود سنة 1946 ودرس في دار المعلمين ولازم جماعة من العلماء ومنهم سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى وقد تدرج في السلك الوظيفي في الرئاسة العلمية للدعوة والبحوث والإفتاء والإرشاد في المملكة العربية السعودية كما أنه تولى إدارة مركز الدعوة والإرشاد في العاصمة البحرينية المنامة وكان على صلة وثيقة بالشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة رحمه الله تعالى ولم تقل إلى الدوحة بعد ذلك واستقر فيها تولى إدارة مركز الدعوة والإرشاد في العاصمة القطرية الدوحة والذي نشط المعهد في عهده أو المركز نشاطا كبيرا وكان المركز يعنى باستقدام العلماء والفتاوى والدعوة والإرشاد والأنشطة الدعوية عرف الشيخ معجب الدوسر رحمه الله تعالى بالعبادة كان صاحب صلاة في الليل وصيام في النهار وكثرة لقراءة القرآن له مجلس لا ينقطع من طلاب العلم وأهل الدعوة والإرشاد أو من عرباب الحاجات كما أن له مدخلا على ولاة الأمر في قطر فكان يتلمس حوائج الناس ويحرص على قضائها وله حظوة ومحبة وتقدير عند حكام قطر وكان على صلة وثيقة بالشيخ الوالد حمد بن خليفة آل ثاني حفظه الله تعالى وقد عرف الشيخ معجب الدوسر بغيرته على حياض الدين عبر أنشطته الدعوية ومقالاته وخطبه ومحاضراته مما كان له صدى كبير منذ أوالي التسعينات وقبل ذلك أيضا وقد أكرم الله الشيخ معجب الدوسرية بأبناء كرام برر منهم صاحبنا الدكتور درع بن معجب بن درع الدوسري خالص التعازي لأسرته ومحبيه نسأل الله عز وجل أن يرحمه وأن يغفر له وأن يشكر له ما قدم للإسلام والمسلمين